السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم؟ مشاركة بخير لدينا فيديو توضيح لمشكلة تحدث معك في بعض الحالات في كومنت اليونيكس وهي انك لما تفرغ من الهواء مع كثرة الاستعمال لما تكون موديلها قديم شوية او خادم بها او في حد فاكهة ومش مردها مصبوط تلاحظ انت لما تجي تجرب لما تفرغ الخزان من الهواء يتحرك معك المشكلة اللي تصير معك سهل تقدر تقنط عليها تسكرة لكن تواجهك شكالية انت لو سكرت عليه الصمام التعبي المفروض ان يكون بزاوية تسعين قايم والساعة تكون على الجنب لكن لو سكرت عليه راح تصبح معك المكينة بلوضاية هذه حلها سهل تفرغ المكينة بالهواء بالكامل وتفتح البرغي هذا جيب المفتاح وتفتح عليه هذه طبعا قبما تفتح البرغي قبما تفتحها شو بتدير تسكر تشحط المكينة صح يعني اللجة اللي تصير معك او الحركة اللي تصير معك هذي تسكرها ما ليكش علاخها بالساعة وين جيم كانها واحد تسكر لين خلاص تنضغط معك وتبدأ امورها تمام تفتح البرغي هذا وتحرك طبعا القلب كامل يتحرك معك تحركها لين تجيبها بزاوية التسعين بالوضاية الصحيحة متاعها بعدين خلاص هنا نسكر عليه ونشحة شحطة مليحة تب رضاية هذي ما عايش تحرك لين سكرناها مزبوط وتاني شي عدلت الزاوية متعطي الصمام لو هني عندي الساعة جاية بالجنب وفتحة التعبية او صمام التعبية في مكانها هذا بالنسبة لمشكلة واجهة بعض الشباب فيه اللي اضطر ان يخلها مفكوكة لين ما عرفش كيف يعدلها لكن موضوح سهل تفك البرغي هذا تفتح عليه وتعدل الوزن بتاعك وتعاود تسكر عليه من جديد هذا هي هذا حل المشكلة بالكامل نشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله